يمكن من ساعات قليلة النادي الأهلي بيشكر الكابتن سيد عبد الحفيز والحقيقة بيشيد بما قدمه للنادي وجه النادي الأهلي لشكر للكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة يمكن بعد سنوات طويلة خدم من خلالها منظومة الفريق الأول لكرة القدم بكل إخلاص وكل أمانة وبزل قصارى جهده مع كل عناصر من منظومة العمل الحقيقة الإدارية إنجازات محلية وقرية جاء ذلك خلال اجتماع كابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف الأهم على الكرة بعد ظهر اليوم مع لجنة التقديد برئاسة الكابتن محسن صالح وعدوية الكابتن زكريا ناصف كمان في حضور الكابتن حسام غالي عد مجلس إدارة النادي الأهلي الحقيقة عبر الجميع عن تقديرهم الكامل والخاص لكل ما قدمه كابتن سيد عبد الحفيز خاصة أنه أحد أبناء النادي الأهلي اللي يمكن أكيد حافظه على قيمة وثوابت النادي الأهلي ولم يتأخر يوما عند طلب الاستعانة بمجهوداته استحق التقدير في ذات الوقت إن كان هناك رؤية مستقبلية لقطاع كرة القدم تستوجب ضرورة إعداد كوادر جديدة للمرحلة القادمة وكمان الكابتن محمود الخطيب عرض على الكابتن سيد عبد الحفيز الانضمام عدوا إلى مجلس إدارة شركة النادي الأهلي لكرة القدم وعد بلجنة التخطيط طبعا للاستفادة من خبراته الإدارية والقروية في الفترة المقبلة خالد بيبو بنقول له مبروك مدير الكرة الجديد في النادي الأهلي ووليد سليمان ينتقل إلى رئاسة قطاع الناشئين في النادي الأهلي قرر النادي الأهلي طبعا تصعيد الكابتن خالد بيبو رئيس القطاع الناشئين للعمل كمدير للكرة بمنظومة الفريق الأول جاء طبعا القرار خلال الاجتماع اللي عقدوا زي ما أقول لحضراتكم كابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف عام على الكرة النهاردة مع لجنة التخطيط زي ما شرحت لحضراتكم وكمان الكابتن وليد سليمان كمان هيكون هو رئيس قطاع الناشئين في النادي الأهلي الحقيقة اختيارات رائعة جدا الكلام رايح وجاي ولكن عايز أقول لحضراتكم الثقافة العامة في العالم تبقى عاملة ازاي كابتن سيد عبد الحفيز أدى أداء رائع ولا أروع فيه خلال السنوات اللي فاتت وكان دايما عند حسن الظن يعني تفاني في العمل بشكل كبير جدا كان فيه مراحل من المراحل كان الكابتن سيد عبد الحفيز تحت ضغوط كبيرة جدا قدر بنجاح صاحق أنه يخرج من هذه الضغوط عدد البطولات وعدد المباريات اللي كسبها النادي الأهلي وعدد 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 من النجاحات دي بيتدل على نجاح الكابتن سيد عبد الحفيز لكن عملية تغيير المناصب دي عملية مؤسسية عملية في كل أنحاء العالم والأندية الكبيرة عندها هذه الجزئية مش بعنا خلينا نطلع بره ثقافة اللي هو إيه اللي حصل هو إيه المشكلة هو ما فيش مشكلة يعني ما فيش مشكلة خالص كابتن سيد عبد الحفيز قدم دور أكتر من رؤية خلال السنوات طويلة جدا جدا رؤية جديدة وكوادر جديدة ودايما بقف عند كلمة كوادر الكوادر يا جماعة مش لازم تبقى يعني يبقى كبير قوي في السن عشان يبقى لا إحنا عندنا كوادر والنادي الأهلي شايف إن عنده الكوادر ممكن خلال السنة اللي جاية أو السنوات اللي جاية يكون لها أدوار مؤسرة جدا وإيجابية جدا في النادي الأهلي كابتن سيد عبد الحفيز دور معين أم بي كمدير للكرة امتياز امتياز وكل الشكر والتقدير للي كابتن سيد عبد الحفيز على كل ما قدمه من خلال هذا الملف لأن دوره مش هنتيم النادي الأهلي أنا عارف سيد كويس وعارف أدئي حبه للنادي الأهلي وللو النادي الأهلي قال له على أي حاجة هيكون يعني ما بين قوسين كده كلنا خدمين للنادي الأهلي ما فيش شك فالدور ما بينتهيش ولكن الأدوار بتختلف الكوادر في المؤسسات الكبيرة لازم يكون فيه كوادر وبتخلق كوادر جديدة وبتخلق عندك نكلم عن الموارد البشرية موارد البشرية كل ما يكون عندك موارد بشرية عندها الثقافة وعندها القدرة على القيادة ليه لا ونشوف كوادر عندها عمر يعني سنها مش كبير لو كلمنا على الكابتن خالد بيبو حدس ولا حرج الراجل عنده نجاحات على مستوى قطاع الناشئين لسه عنده كمان دراسات على مستوى الإدارة محدش يقولك لا ده هو مالوش خبرات لا حيكتسب الخبرات من خلال تعامله ولكن هو كمان مأسس نفسه كويس أو من خلال طبعا الدورات اللي حصل عليها تحت قيادة الفيفا على المستوى الإداري ده شيء يحسب جدا لإدارة النادي الآلي والخالد انه بيثقف نفسه عشان لما يخش هذا المنصب يكون عنده عنده القدرة وعنده البصيرة انه هو يشتغل ويبقى خطواته خطوات سبتة على الأرض ترجمة نانسي قنقر